فكر مرتين قبل أن تعمل يحكى أنه كان هناك رجل فقير تزوج من امرأة وأنجب طفلا فكرر الرجل الصفر لطلب العيش فاتفق مع امرأته على عشرين عاما من الصفر وإذا زادوا يوما واحد فإنها حرة طليقة تفعل ما تشاء وعدته زوجته بذلك وصفر وترك امرأته وولده الذي لم يبلغ شهرا واحدا صفر إلى أحد البلدان حيث عمل في طحونة قمح عند رجل جيد وصر منه صاحب الطحونة لنشاطه وبعد عشرين عاما قال لصاحب الطحونة لقد قررت العودة إلى البيت لأن امرأتي وعدتني بأن تنظرني عشرين عاما وأريد أن أرى ما الذي يجري هناك قال له صاحب الطحونة اشتغل عندي عاما آخر أرجوك لقد اعتادت عليك كما يعتاد الأب على ابنه قال الرجل لا أستطيع لقد طلبت الضار أهلها وحان الوقت قي أعود فقد مدى على غيابي عشرون سنة وإذا لم أعد إلى البيت هذا العام فإن زوجتي ستتركه فأعطاه صاحب الطحونة ثلاث قطع زهبية وقال له هذا كل ما أملك خذها فإنها ليس بكثير عليك أخذ الرجل القطع الزهبية الثلاثة واتجه نحو قريته وفي طريقه إلى القرية لحق به ثلاثة من المارة كان اثنان منهما من الشباب والثالث رجل عجوز تعرفوا وبدأوا بالحديث في حيث أن الرجل العجوز لم يتكلم ولو بكلمة بل كان ينظر إلى العصافير ويدحك فسأل الرجل من هذا الرجل العجوز؟ أجاب الشبان إنه والدنا قال الرجل لماذا يضحك هكذا؟ أجاب الشبان إنه يعرف لغة الطيور إنه يعرف لغة الطيور وينصت إلى نقشهم المسلي والمرح قال الرجل لماذا لا يتكلم أبدا؟ أجاب الشبان لأن كل كلمة من كلامه لها قيمة نقضية قال الرجل وكم يأخذ؟ أجاب الشبان على كل جملة يأخذ قطعة زهبية قال الرجل في نفسه إنني إنسان فقير هل سأصبح فقيرا أكثر إذا ما أعطيت هذا العجوز ذل لحي قطعة زهبية واحدة وأسمع ما يقول وأخرج من جاجه قطعة زهبية وأعطاها للعجوز وقال العجوز لا تدخل في النهر العاصف وصمر وتابعه مصيرتهم قال الرجل في نفسه عجوز فظيع يعرف لغة الطيور ومقابل كمتين أو ثلاثة يأخذ قطعة زهبية يطرى ماذا سيقول لي لو أعطيته القطعة الثانية ومرة ثانية تسلل يداه إلى جيبه وأخرج القطعة الزهبية الثانية وأعطاها للعجوز قال العجوز في الوقت الذي طرى فيه نصورا تحوم اذهب وإعرف ما الذي يجري وصمر وتابعه مصيرتهم وقال الرجل في نفسه اسمعوا إلى ما يقول كم من مرة رأيت نصورا تحوم ولم أتوقف ولو لمرة لا أعرف ما المشكلة صوتي هذا العجوز القطعة الثالثة بهذه القطعة وبدونها ستسير الأحوال وللمرة الثالثة تسلل يده إلى جيبه وألقى القبض على القطعة الأخيرة وأعطاها للعجوز أخذ العجوز القطعة الزهبية وقال قبل أن تقدم على فعل أي شيء عد في عقلك حتى خمسة وعشرين وصمف وتابعه الجميع المسير ثم ودع بعضهما بعضا وافترقوا وعاد العامل إلى قريته وفي الطريق وصل إلى حافة نهر وكان النهر يعصف ويجرف طيار الأحصان والأشجار وتذكر الرجل أول نصيحة أعطاها العجوز له ولم يحاول دخول النهر جلس على دفة النهر وأخرج من حقيبته خبزا وبدأ يأكل وفي هذه اللحظة سمع صوتا وملتفت حتى رأى فارسا وحصانا أبيض قال الفارس لماذا لا تعبر النهر؟ قال الرجل لا أستطيع أن نعبر هذا النهر فقال له الفارس انظر إلي كيف سأعبر هذا النهر البسيط وما إن دخل الحصان النهر حتى جرفه الطيار مع فارسه كانت الدوامات تدور بهما وغرق الفارس أما الحصان فقد تابع السباحة من حيث نزل وكانت أرجله تسكب ماء أمسك الرجل الحصان وركبه وبدأ البحث عن جسرا للعبور ولما وجده عبر إلى الضفة المقبلة ثم اتجه نحو قريته ولما كان يمر بالقرب من شجيرات كثيفة رأى سلاسة صور كبيرة تحوم قال الرجل في نفسه سأرى ماذا هناك؟ نزل عن الحصان واختفى بين الأشجار وهناك رأى السلاس جسس هامدة وبالقرب من الجسس حقيبة من الجلد ولما فتحها كانت مليئة بالقطع الزهبية كانت الجسس كطاع طرق سرقوا في إثناء الليل أحد المرة ثم جاوره إلى هنا ليتقاسم الغنيمة فيما بينهم ولكن اختلفوا في الأمر وقتل بعضهم بعضا بالمسدسات أخذ الرجل النقود وضع على جنب أحد المسدسات وتابع سيره وفي المساء وصل إلى بيته فتح الباب الخارجي ووصل إلى ساحة الضار وقال في نفسه سأنظر من الشباك لأرى ماذا تفعل زوجتي كان الشباك مفتوحا والغرفة مضاقة نظرة من الشباك فرأى طاولة وسط الغرفة وقد غطاها المأكولات وجلس إليها اثنان الزوجة ورجل لم يعرفه فقد كان ظهره للشباك فارتعد منها وللمفاجأة وقال في نفسه آياتها الخائنة لقد أقسمت لي بالله تتسواجي غيري وتنظريني حتى أعود والآن تعيشين في بيتي وتخونني مع رجل آخر أمسك على قبضة مسدسه وصوب داخل البيت ولكنه تذكر نصيحة العجوز الثالثة أمسك الرجل قبضة مسدسه وصوب داخل البيت ولكنه تذكر نصيحة العجوز الثالثة أن يعد حتى 25 قال الرجل في نفسه سأعد حتى 25 وبعد ذلك سأطلق النار وبعد أبل حد 1-2-3-4 وفي هذه الإثناء كان الفتى يتحدث مع الزوجة يقول يا والدتي سأذهب غدا في هذا العالم الواسع لأبحث عن والدي فما أصاب أن أعيش بدوني يا أمي ثم سأل كم سنة مرت على ذهابي قالت الأم 20 سنة ثم أضافت عندما سافر أبوه كان عمرك شهر واحد فقط ندم الرجل وقال في نفسه لو لم أعد حتى 25 لكانت المصيبة أتعذب عليها آبت الظهر وصاح من الشباك يا ولدي يا زوجتي أخرجوا وأستقبلوا الضيف الذي طول ما انتظرتموه علينا أن نفكر قبل عمل أي شيء نريده لكي لا نندم في النهاية